سمعة نظام اردوغان الفاشي تسبقه في كل مكان النقابة الوطنية للصحفين التونسيين رفضت زيارته المقررة يوم غد للبلاد واعتبرت ان تركيا اصبحت اكبر سجن للصحفين المحترفين في العالم النقابة التونسية قالت في بيان لها ان اردوغان يقود حملة غير مسبوقة لترهيب وتركيع الصحفين الاتراك بالتزامن مع الزيارة دعت النقابة الصحفين ونشطاء المجتمع المدني لحضور الوقفة التضامنية مع الصحفين الاتراك امام نقابة او مقر النقابة واصفين اتهمات اردوغان لهؤلاء الصحفين بانها مفبركة وسياسية